بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالباتي يا عزيزيات طالبات السامن. اهلا ومرحبا بكم في داستين جديد من دروس الرياضيات. يوم التولاثاء ان شاء الله بازن الرحمن. عن الاعداد الحقيقية. اه الجزء التاني اه نهارده ان شاء الله نشوف الباور بوينت بتاعنا بقرانة الاعداد الحقيقية. اه السؤال بيقول قرني بين العددين جزر اتنين وتلاتين والعدد التاني خمسة بوينت خمسة واحد تلاتة اتنين ستة نقاط يعني غير منتهي وغير دوري وهو غير نزبي. عيني كل واحد فيهم على موقع اه التقريبي لخط الاعداد. طيب السؤال ده هنحله ازاي? احنا سهل علينا نقارن اعداد عشرية عادية. لكن دي ده متسهل. طيب حبيبي احنا نقدر على فكرة بمنتهى البساطة هنحول دي الاعداد عشرية عادية. اولا ان العدد اللي قدامك خمسة بوينت خمسة ده واضح ان هو خمسة بوينت خمسة يعني خمسة ونصف. لكن الكلام على جزر اتنين وتلاتين ويعتبر نفس الفكرة اللي احنا قلناها الحصة اللي فاكت. وهنعيدها تاني دلوقتي ان انا بحفكر الجزور اللي انا حافظها. انت حافظة ان ستة في ستة مثلا بستة وتلاتين. طيب وحافظة ان خمسة في خمسة بخمسة وعشرين. فالمفروض ان جزر اتنين وتلاتين يقع ما بين الخمسة وعشرين وما بين الستة وتلاتين. فانا لو فضلت اعد ارقام يعني تقريبا عشر ارقام في النص. ايبقى هنا ستة وعشرين سبعة وعشرين تمانية وعشرين تسعة وعشرين تلاتين. وبعدين واحد تلاتين اتنين وتلاتين تلاتة وتلاتين اربعة وتلاتين خمسة تلاتين ستة وتلاتين. او عدينا كم شرطة? او احنا وقفنا هنا بحد مثلا الستة وتلاتين. عدينا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. حد عشر. تعالي في النص بالزبط وروح يقولي لي دي خمسة ونص. طيب احنا قلنا 25 26 27 28 29 30 31 32 معناها ان جازر 32 هيبقى هنا بعديها بشوية فانا لو جبت الالة الحسبة وضربت خمسة ونصة في خمسة ونصة يعني ربعتها مش هيطلع لك بجازر 32 من غير الالة حسبة يعني لو انا ربعتها بإيدي كده هيطلع لك شوفي كده نحن ربعناها مثلا هنا اهي 5.5 تربيع سكوير طلعت بكام 30.25 بعيدة خلاص تعالي نجرب خمسة وستة من عشرة مرتين نضربهم في بعض بأيدينا طبعا ب31.36 طيب احنا قربنا كده شوية على فكرة طب لو هي خمسة وسبعة من عشرة مرتين ضربناهم بأيدينا طبعا مش بالقالة الحسبة هتطلع 32 اهي دي اقرب واحدة لهم يعني ده معناه ان انت بتعادي تجربي سواء بأيديك بتفكري او اه او انك انت باستخدام عقلك او انك انت بتعادي بقى تضربهم بأيديك بس لازم الاول تكون المتوقعة مكانهم فين بالزبط يعني دي تبقى قائمة على توقعاتك نرجع للفيديو بتاعنا فانا عرفت انها بين الخمسة والستة وقدر تحدد كمان لما قعدت اضربهم بالقالة الحسبة اطلعتك القيم اللي ظهر قدامي دي لما جيت احطها على خط الاعداد دي خمسة ونص معروفة انما دي خمسة وسبعة من عشرة تقريبا او ما بين الخمسة والستة من عشرة وما بين الخمسة والسبعة من عشرة طيب مثال تلاتة بيقول الكرني ورتبي جزوره اللي قدامي دي طيب انا دلوقتي عندي باي سكوير اللي هي تلاتة واربعتاشر منمية ضرب تلاتة واربعتاشر منمية يعني تلاتة واربعتاشر منمية مرتين صح؟ ده المفروض انها كده 3.4 من 100 تربيع لما انا جيت 9.5 دي محفوظة تسعة ونص دي ما فياش كلام هي 9 and 1 over 2 معروفة انها تحوليك تسعة ونص طيب يبقى انا كده معايا 9.5 ممكن نحط هنا صف عشان يبقوا شبه بعض طيب تعالي لتسعة وثمانية من عشرة دي دي ما فياش مشكلة تسعة وثمانية من عشرة وممكن اروح حط لها zero بردو عادي عشان عارف اقارن بما انت حطتيلي هنا رقمين 9.5 بار لا دي هتختلف شوية لان انا لما اقول 5 بار ما ينفعش ازود zero وما ازود ايه الى خمسة 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 تمام الكلام بقى على البالوة دي 94 انت حافظة ان الارقام عند الجزر 100 اللي هو 10 في 10 بمية وتسعة في تسعة بواحد وتمانية يبقى المفروض ان جزر 94 بيقع ما بين التسعة وما بين العشرة طب هو اقرب للتسعة ولا اقرب للعشرة بعد اجرب اجي عند تسعة ونص اضربها في تسعة ونص لا بعيدة اجي عند تسعة وستة من عشرة اضربها في نفسها مرتين بقداية او بالقلل حسبة طلعتلك يا ست البنات بـ 92.16 بعيدة طب اجرب تسعة وسبعة من عشرة لو ضربتها بنفسها مرتين طلعتلي بـ 94 اهي الرابط خالص 0.4 هو ده اللي انا عايزة هي دي اللي احنننفعل يبقى انا لما اجي اقولك جزر 94 هتقوليدي تقريبا بـ 9.7 وبما انك انت هتحطيلي رقم زيادة من عندك فهتخليها 70 لو انا بقى جيت امشي الجزئية دي لو أنا جيت أحب أحطها على خط الأعداد هرسم خط الأعداد هبدأ 9.3 من 10 4.5 من 10 6 من 10 9.7 من 10 9.8 من 10 9.9 من 10 طبعا 9.5 دي أصغر واحدة بعدها تيجي 9.55 بعدها تيجي 9.70 اللي هي جزر 94 بعدها تيجي 9.8 من 10 بعدها 9.85 اللي هي الباي تربيع ويبقى هو الترتيب التصاعدي كما هو موضح بالشكل كتاب ده مثال 3 طيب نشوف المثال اللي بعده هتحديلي السؤال ده لوحدك تماما بدون أي مساعدة مني كارا نرتب طيب 2.4 دي سهل اللي هي من 2.25 دي سهلة دي فيه أرقام كده تشوفيها الحمد لله تقولي يعني ايه دي جميلة دي ايه حبيبي 2.25 اخذي بارك أنا حطت رقمين بعد العالمة يبقى كله يبقى كده يعني دي ماينس 2.5 لأخليها 30 دي 3.6 لأ مش هتبقى 6 بقى هتخليها 66 ليه أصلي هنا في بار دي حكتفي مثلا بـ منس 3.97 هنا جزر 11 بقى ده المشكلة عندي انتي ايه اللي انتي حفظوها أنا حفظة جزر 4 ماشي جزر 4 بـ 2 بعدين 3 في 3 بـ 9 4 في 4 بـ 16 خلاص يبقى احنا كلامنا ما بين التسعة وما بين الـ 16 يعني ما بين التلاتة وما بين الـ 4 يترى الحداشر أقرب للتسعة بعد التسعة عشر 11 يعني ممكن نقول 3 و 3 من 10 مثلا تقريبا 3 و 3 من 10 طبعا عشان نتأكد نربعها لو طلعك فعلا قريبة من الحداشر يبقى احنا كلامنا صح فعلا ان انا ربعتها طلعت بـ 10.89 يبقى هنا المفروض دي مش هقدر اكتبها على الصورة دي علشان هقدر اتراجع عدل هتبقى 3.3 اظهر حاجة هنا طبعا هتبقى مين المفروض ان اظهر حاجة عندك هنا اللي هي الاعداد بقى السالبة اللي هما ملهمش لازم اخلص السالب 3.9 دي حاجة ملهاش اي قيمة السالب 3.9 دي واحدة منهم التانية هتيجي بعديها برضو اللي هي negative 2.5 وبعدين هناخد اللهم اصلى عن نبي هناخد اللي بعديها نبدأ بقى نخش مين اصغر واحدة في دول 3 ولا 2 طبعا 2 دي اصغر واحدة فيهم 2 and 25 بعدين من اصغر 3.3 ولا 3.6 طبعا 3.3 اللي هي جزر 11 اخر حاجة خالص 3.6 فوق هبار معناها ان دي اصغر واحدة خالص فيه الحد هنا خلص الدرس واستوضعكم الله اللي دي ضغط 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 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطالبات العزيزة اصلا